أسعد الله أوقاتكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من قناة صلاح الدين ناقش محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل مع صفير الكويتي في العراق سالم الزمتان أقلية الإسراع بتنفيذ مبادرة أمير الكويت لبناء مدينة سكنية في قضاء بيجي للعوائل المدمر منازلهم جراء الحرب على الإرهاب مجددا تأكيد أهمية الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الإنساني الذي تم الاتفاق عليه بين الأمير والمحافظ خلال زيارته للكويت في تموز الماضي وقال محافظ صلاح الدين أن اللقاء ركز أيضا على دور الكويت في تطوير وتحديث مستشفى تكريت التعليمي لأهمية الاستثنائية في الحد من معاناة المواطنين على مختلف الصعود الصحية والاقتصادية والخدمية في مرحلة ما بعض القضاء على الإرهاب بدوره أبدأ سفير الكويت تفاهما كبيرا لما عرضه محافظ صلاح الدين من أفكار وآليات لتنفيذ تسريع المشاركة الكويتية بخطوات أعمار المناطق المحررة متعهدا بمتابعة مباشرة لهذه الملفات مع حكومة بلاده للإسراع بتنفيذها